بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغم أن الرئيس أردوغان استطاع أن يسجل هدفا في الوقت بدل الضائع في الأيام الأخيرة من العام المنصرم 2021 ليستطيع أن يوقف الانهيار الهائل لسعر الليرة التركية إلا أن الحرب الاقتصادية الضروس لا تزال مشتعلة ومن الواضح أن المعركة لن تحسن بالضربة القاضية وإنما ستحسن بالنقاط وفي العديد من الجولات فمعسكر الربى والفائدة والمضاربين ومن يقف وراءهم من يمسكون بخيوطهم من الماسونية العالمية وغيرهم لن يستسلموا بسهولة تحدي جديد يواجه أردوغان وحكومته فهل يستطيع أردوغان أن يواجه الخطر الداهم الجديد؟ التضخم بتركيا يسجل أرقاما قياسية هو الأعلى منذ عشرين عاما وأردوغان يكشف عن خطته الاقتصادية لعام 2022 فهل يستطيع أن يكبح جماحهم؟ لمعرفة هذه التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أظهرت بيانات الاثنين 3 يناير كانون الثاني 2022 أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.8% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2002 وبحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع من 13.58% على أساس شهري في ديسمبر 2021 إلى 36.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائد وسجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعا بنسبة 19.8% على أساس شهري في ديسمبر الماضي و79.89% مقارنة بالشهر ذاته من 2020 وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع رأيي للأناظول توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 8.54% ليصبح 30.5% على أساس سنوي وفي تصريحات ذات صلة قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان إن تركيا حددت هدف النمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة 5% من أجل الإصراع في تحقيق فائض في الحساب الجاري وتابع أن بلاده تهدف إلى رفع قيمة صادراتنا إلى 250 مليار دولار خلال 2022 وأضاف أن إجمال صادرات عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له وبلغ 225 مليار 368 مليون وهو رقم قياسي كما أشار أردغان في تصريحاته إلا أن الوجهة الأكثر نموا لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة الأمريكية إذن كيف سيواجه أردغان التضخم؟ وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان إن حكومته بدأت سياسة جديدة تتمثل في استراتيجية نمو ترتكز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير كما أكد أن بلاده لن تتراجع عن خفض أسعار الفائدة الرئيس التركي أردغان أوضح خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أن تركيا تشهد اليوم مرحلة جديدة حيث تمضي في مسيرتها مع استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير مبينا أن هذه الاستراتيجية لم تنشأ بين يوم وليلة وأضاف أن كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية في السنوات التسعة عشر الماضية كان بمثابة تحضير لهذه الاستراتيجية أردغان قال إن تركيا تسلك طريقا محفوفا بالمخاطر لكنه صائب وتابع الذي نفعله هو الصواب لقد وضعنا ونضع خطة محفوفة بالمخاطر سياسية لكنها صائبة أردغان من جهته يتعهد بتعافي الليرة توقع الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن يبلغ نمو اقتصاد البلاد عشر في المية كحد أدنى خلال العام الحالي لافتا إلى أن التضخم سيهبط أيضا مع تراجع أسعار الفائدة كما أضاف أردغان لن نسمح لأحد بأن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر وسنخرج من هذه الدوامة ولن نتسامح مع من يسعون لإرباك السوق ويتلاعبون بالأسعار من ناحية أخرى أكد الرئيس أردغان أن الفائدة سبب والتضخم نتيجة ونقوم حاليا بتخفيض الفائدة وسنرى معا انخفاض التضخم بإذن الله تعالى مردفا تركيا ستخفض أسعار الفائدة وستعزز الاستثمار والتوظيف والإنتاج كما استطرد قائلا سنشهد لغاية الانتخابات المقبلة تعافي الليرة مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يتمتع بقوة وقدرات تمكنه من التصدي للتهديدات الاقتصادية إذن المعركة تستعر ويشتد وطيسها بين أردغان وبين المرابين بين أردغان وبين المتلاعبين بين أردغان والمعسكر المضاد الذي يريد أن يوقف تركيا وأن يطيح بالرئيس رجب طيب أردغان سواء بانقلاب عسكري سواء بتدخل اقتصادي سواء بكل الإجراءات التي يفعلونها إنهم يتحركون بأوامر من واشنطن وأوامر من دول خارجية تعمل من أجل إيقاف تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردغان أردغان يخوض جوالات وجوالات أردغان يعلن كذلك في الوقت ذاته أن هناك رقم قياسي لصادرات تركيا بلغت 225 مليار دولار أي أن تركيا تقاتل على جبهات عدة ولكن رغم ذلك فهناك تحدي كبير متعلق بالتضخم وكيفية إيقافه أردغان زف بشرة متعلقة بحجم التجارة الخارجية لتركيا وقال أنها زادت من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002 إلى 496.7 مليار دولار في 2021 وأشار إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال 21 تراجع بنسبة 7.8% مقارنة مع عام 2020 ليستقر عند حدود 45.9 مليار دولار وتابع قائلا صادراتنا زادت بنسبة 86.6% إلى أمريكا الجنوبية و29% إلى دول أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و22.6% إلى الشرق الأدنى والشرق الأوسط و44.8% إلى شمال إفريقيا ألفت أردغان إلى أن تركيا تهدف لرفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار خلال 2022 مبينا أن عدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالليرة التركية يزداد يوما بعد آخر وأردف حددنا هدف النمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة 5% من أجل الإصراع في تحقيق فائض في الحساب الجاري وصرح أردغان أن الوجه الأكثر نموا لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة الأمريكية وقال رغم أن وباء كورونا بدأ كأزمة صحية إلا أنه أثر سلبا على كل جوانب الحياة من الاقتصاد إلى السياحة والتعليم والعلاقات الإنسانية واعتبارا من أكتوبر 21 وفر الاقتصاد التركي مليوني وظيفة إضافية مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا وأوضح أردغان أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من 2021 نموا بنسبة 7.4% و22% خلال الربع الثاني و7.4% في الربع الثالث إذن الرئيس رجب طيب أردغان رجل المواقف الصعبة الرجل الفلاذي يتحدى الصعاب ويقاتل على الجبهات العديدة بإذن الله سيستطيع أن ينتصر على المرابين ومن يقف وراءهم في عام 2022 وسيدخل الانتخابات القادمة بإذن الله وقد انتصر في هذه المعركة الاقتصادية الشريرة التي يقودها أعداء الداخل وأعداء الخارج نسأل الله أن يوفق أردغان وأن يوفقه لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمون بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته